المبشرون بالجنة مع المبشرين بالجنة وكنا قد بدأنا في اللقاء الماضي مع سيرة فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها وأرضاها وصلى الله وسلم على أبيها هذه المرأة التي قلنا شرف أي شرف بلغت أعلى طبقة في أهل الأرض وأعلى طبقة في أهل الجنة بنت رسول الله أمها خديجة أم الصبطين الحسن والحسين زوجة الخليفة الرابع علي بن أبي طالب سيدة نساء العالمين سيدة نساء أهل الجنة شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكمال البشري كان يكنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبيها نعم فاطمة سيدة نساء العالمين أصل شريف ونسب منيف وفطرة طاهرة وأسرة فذة وقرآن يتلى وحديث شريف يتردد وقدوة عليا وتربية نبوية وبيئة جادة صارمة ورسالة سامية كل ذلك تعاضد وتكامل لينشئ تلك الزهرة الزهراء التي أشرقت في سماء خير أسرة شهيدها التاريخ إنها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بها لتكون قبسا من نوره وقدوة لنساء أمته فكانت كما أرادها الله تعالى وما أراده لها هي بنت نبي في النسب الزكي وبنته في الشمائل والأخلاق وجلائل الأعمال فكانت كما وصفها أبطن الناس بها وكما هي في حقائق الحياة ووقائع الأفعال صورة متكاملة من أبيها تشبهه في كلامه وحديثه وجلسته ومشيته وأيضا في هديه ودله وسمته وطريقته وسيرته وسكينته ووقاره وأيضا في هديه وشمائله كانت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها نعم البنت في نشأتها ونعم البنت في آدابها وأخلاقها وأعمالها ومواقفها من أبويها ومن دينها ثم نعم الزوجة في بيت الزوجية ونعم الأم التي تحذن صغارها وتربيهم على أخلاق أبيها وأبيهم فكانوا خيارا من خيار كذلك كانت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها نعم المثل الأعلى والقدوة المثلى للفتاة المسلمة والأم المؤمنة في مختلف أطوار حياتها وجميع أمورها داخل بيتها وخارجه في أيام الدعوة العصيبة بمكة المكرمة ووقت هجرتها ومحتفت بها من مشقات وفي سني الإسلام بالمدينة المنورة السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قرة عين أبيها في حياتها كلها وأعمالها كافة وشمائلها جميعا عاشت كما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم عابدة زاهدة صابرة محتسبة راضية قانعة تخدم أباها وتقف معه في أيام الدعوة والكفاح الصبور ولا تغيب عنه في مشاهده وغزواته وصباحه ومسائه وغدواته وروحاته ترعى أولادها وتقوم بحق زوجها وتؤدي واجبات بيتها وتتبتل بالصلاة والقيام وتلاوة القرآن بين يدي مولاها هي بين هذا وذاك تطحن بالرحة وتعجن عجينها وتخبز خبزها وتقوم بيتها وتعيل أطفالها وتأوي إلى بيت لو رآه الرأي لعصر عينيه ما فيه من زينة الدنيا إلا ما يسد الرمق ويسر الجسد ويدفع غوائل الحياة ولربما مر عليها مع أسرتها اليوم واليومان وليس عندهم ما يأكلونه حتى يسعى الزوج ليوفر تمرات أو دريهمات يدفع بها الجوع عن نفسه وزوجه وأولاده ومع كل ما قسته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها من لأواء وما واجهته من محن وابتلاء وقفت كالطود شامخة راضية ما تبرمت بأمر ولا ضجرت من حدث ولا شكت لأحد وصب عليها من البلاء ما هو أعظم وأقسى من جميع ما سبق ففقدت إخوتها الصغار القاسم وعبد الله وإبراهيم ويا لها من نازلة ثم ثكلت أمها وأعظم بها من مصيبة ثم أخذ الموت من حياتها أخواتها الثلاث رقية وأم كلثوم وزينب وفي هذه النوازل ما فيها من ألوان البلاء وما يعلمه ويقدر حق قدره كل من فقد عزيزا حبيبا فكيف بمن فقد جميع الأحبة ذكرانا وإناثا إخوانا وأما وأخوات ثم كانت فاجعتها الأكبر بموت أبيها صلى الله عليه وسلم الذي كان يملأ عليها جميع حياتها وما ذاك إلا ليعل الله تعالى منزلتها ويرفع مكانتها لم تمكث بعد ذلك إلا يسيرا وما هي إلا أشهر ستة حتى لحقت بأبيها صلى الله عليه وسلم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أيها الأحبة هذه فاطمة وهذا شيء من أخبارها وشيء من شمائلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته كان من مظاهر حبه لها طريقة استقبال النبي لها كان يقوم صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها إذا دخلت عليه ويقبلها على رأسها ويجلسها في مجلسه تكريما لها ولمنزلتها عنده روى الإمام البخاري في صحيحه عن المسور ابن مخرم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني الله أكبر فمن أغضبها أغضبني ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر كان آخر بيت يودعه بيت فاطمة وإذا حضر من السفر كان أول بيت يستقبله بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لقد كان لها مكانة عظيمة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم موقف لفاطمة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان موقف السيدة فاطمة عند الوفاة موقف عظيم جدا لكن لعلنا إن شاء الله أن نكمله بعد الفاصل بإذر الله تعالى وصلى الله على محمد المبشرون بالجنة مع الدكتور موفق كدسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله موقف فاطمة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه في آخر لحظات حياته وبعد أن أكرمها ورحب بها وأجلسها إلى جانبه أسر لها حديثا فبكت ثم أسر لها مرة أخرى فضحكت وذلك أنه أخبرها في الأولى أنه ميت وفي الثاني أنها أول أهله لحاقا بها في ذلك يروي البخاري عن عائشة تقول أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يميني أو عن شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت لها لما تبكين ثم أسر إليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت لإفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قبل صلى الله عليه وسلم سألتها فقالت أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أو حضر أجلي وإنك أول أهل بيت لحاقا بي قالت فبكيت فقال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين قالت فضحكت لذلك الله أكبر الله أكبر أي بشارة وأي عظمة لهذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها لها من رسول الله صفات عظيمة وقد ذكرنا شيئا من هذا في لقاء سابق تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تصف فاطمة أشبه الناس برسول الله كانت فاطمة أشبه الناس سمتا وهديا ودلا ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا والهدي والدال هو يعني مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته في شمائله في شكله كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها واجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وجلسته في مجلسها ذكرنا سابقا شيئا من الصعوبة التي كانت تمر بها رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولكن يكفيها فخرا أنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن هذا ملك لم ينزل الأرض قد قبل الليلة استاذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة فهذا دلال على مكانتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها لعلي أن أذكر قبل أن نودعكم أيها الأحبة أن نذكر شيئا من جهازها الذي جهزها به صلى الله عليه وسلم رو أحمد عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة أي قطعة من القطيفة ووسادة من أدم أي من جلد حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين يعني الرحى لطحن الحب والسقاء للماء وجرتين ليوضع فيها ما يحتاجون إليه هذا كان كل جهازي فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين خميلة قطعة من القطيفة وسادة من جلد حشوها ليف ورحيين من الرحى جمع رحى وسقاء وجرتين يا بنات المسلمين يا نساء المسلمين أين أنتم من سيدة نساء العالمين البيوت ملآة بالخيرات ملآة بالأثاث مليئة بكثير من الكماليات وكثيرا من النساء يقنطنا ولا يرضينا بما هن فيه فأقول هذه سيدة نساء العالمين بنت رسول الله بنت خديجة أم الصبطين زوج الخليفة سيدة نساء العالمين وهكذا كان حالها رضي الله تعالى عنها وأرضاها أيها الأحبة الأفاضل يوم من الأيام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة فيقول يا فاطمة ما يمنعك أن تسمع ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى البضعة منه كما يقول فاطمة بضعة مني فيعطيها هذا الدعاء أن تقوله إذا أصبحت وإذا أمست ما يمنعك أن تسمع ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفتين ما أحران أيها الإخوة والأخوات أن نحافظ على هذا الأثر وهذا الحديث الذي أخبرنا به صلى الله عليه وسلم وأوصى به فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وفيه من الخير من الله به عليم فيه من الخير من الله به عليم أيها الإخوة فأوصي نفسي وإياكم بالإكثار من هذا الحديث من هذا الذكر نجعله في أذكار الصباح والمساء اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفتين قمة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى قمة التفويض إلى الله سبحانه وتعالى قمة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى هذا الحديث اجتمل على أمور كثيرة فأحث نفسي وإياكم أيها الإخوة والأخوات أن نحافظ على هذا الذكر وهذا الدعاء الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة توفيت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة ستة أشهر وماتت في اليوم الثالث من شهر رمضان من العام الحادي عشرة من الهجرة وعمرها ثمانين وعشرين أو تسعين وعشرين سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وجمعنا وإياكم بسيد المرسلين في أعلى عليين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا وأن يرضى عن الصحابة أجمعين وأمهات المؤمنين وأن يفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين